بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل في هذا المقطع الclassification by arm or the classification of robots وبنبتنا نقول فيها classification by arm configuration ولي robots are often classified by the shape of the space or working envelope that their manipulator can reach there are five generally recognized arm configuration عندنا خمسة أقسم من arm configurations وإحنا بنقول إن إحنا بنقسم حسب الشيب بنقدر نقول الخمسة أقسم دول بنقسم على إيه حسب الشيب اللي بيستطيع الروبوت يرسمه أثناء ما بيعمل الحركة اللي هو بيشتغل فيه فبنقول لو جينا نشوف أول نوع نلاقي الكارتزيان فبيقول لي أدي الكارتزيان كوردنيت سمي لي لي كارتزيان أو ركتانجولار إنه الشكل اللي بيعمله على شكل متوازي مستطلات زي ما نشوف فبيقول لي positioning may be done by straight or linear motion along three axes back and forth in and out and up and down يباد عندنا التلاتة اكسيز اللي هو بيتحرك فيه مدول اللي هي رسمو لنا متوازي المستطلات اللي احنا بنكلم ولي زيس the similar to the type of work area that an overhead crane in a foundry in the following figure if such crane is controlled by a computer عزن النقطة دي مهمة جدا هاتغرفني الفرق مبين الروبوت ومبين الremote device ببيقول لي if such crane is controlled by a computer it acts as a manipulator of robot if the crane is controlled by a person it's simply a remote controlled device يبا ازن انا قدر اقولي ان انا لو هذا الجهاز بيتعمل لبروغرامنج وبيشتغل automaticly بدون الانسان ما بيحركه يبدا robot manipulator اما لو انا بعمله الانسان بيحركه عن طريق الجهاز الريموت يبدا remote device تعالي نشوف شكل الworking اللي بيعمله الروبوت فهنا هذا السبب سمنا كارتيز اللي انت زيما انت شايف ان انا شغال في شكل متوازي المستطلات اللي هو موجود قدام فيبقى اذا الحركة تعالي نشوف الحركة اللي انا اللي ايه ادي back and forth ادي الحركة اللي ايه back and forth اوكي وبعدين in and out in out وبعدين up and down ادي down وادي ال up يبهو كده دي الحركات اللي بيعمل فلا لو حركنا في هذا المجال هنجد انه فعلا بيطلع للشكل اللي هو متوازي المستطلات في اكس وواي وزد لذلك نكسمناه كارتيزيان كوردنيت روبوت اللي بيمثل هذه العملية اللي شبهها اللي هو ال overhage crane اللي هو في الفاوندري فبيقول لي ادي هو برضو بيعمل ايه الثلاث حركات في الاكس وفي الواي وفي الزد لو جينا بقى نشوف عشان نعمل البروغرامنج لهذا الروبوت هنعمله فبيقول لي انا عندي النقطة اللي هي ال اكس بتاعتها ب12 وي الواي ب10 وزد ب13 وعايزين نقدر نصل لهذه النقطة بهذا النوع من الروبوت اللي هو الكارتيزيان روبوت ده سهل جدا نتعمل البروغرامنج لاني انا بمشي في ال اكس المسافة اللي هي 12 وبعدين بمشي في الواي المسافة اللي هي 10 وبمشي في الزد اللي هي المسافة اللي هي 13 linear motion وبستطيعي بشوفت حتى الحركة هيا على شكل متوازي المستطيلات وصلت الى النقطة اللي هي 13 طيب يبقى اذن ده الطريقة اللي هاوصل بها للنقطة الموجودة في الفراغ ولا موجودة الفراغ اللي باز معرف لا A X Y Z فبيولي points for كارتزيان كورنيت روبوت are specified as values along 3 linear axes X Y Z This is easy to visualize and easy to program off fly ده النوع الاولاني اللي هو الكارتزي تعالى نشوف شكل الحركات اللي بيعملها هذا النوع من الروبوت وهل هو فعلا بيشتغل في 3 axes زي ما قلنا ولا لا فلو جينا نشوف أهو بدأ أول هذه الحركة الأولانية في محور X و هذه الحركة في محور Y و هذه الحركة في محور Z هو عنده جريبر شايف الجريبر الأسفر ده بيفتح ويقفل فهيقدر يعمل الشغلان اللي موجود قدامنا دي اللي هي pick and place pick the bottle أهو within the box هياخد six bottles أهو الثانية pick place أرجع up pick back put down up forth pick in place back forth in down كده آخر يبقى هذي الحركات اللي بعملها هي في X Y Z تمكن من أنه هو يعمل عملية الموف اللي هي pick and place وعمل بأي ويجي وهكذا يجي يقرر هذه العملية ويعب الصندوق اللي بعده هنسون طيب تعالنا بقى ايه نشوف النوع ده لما بيكون في overhead crane في overhead crane شوف المنظر هي بقى ازاي هذه المصنع اللي قدامنا ده شوف تخيالي انت شايف المصنع شايف في حد هو ده العامل الوحيد اللي مش في هذا المصنع ده overhead crane شوف هيطلع علينا الشكل اللي هتشوف دلوقتي هو جاب قطعة الخشب وهي عملية عملية الاطح وهيجمع معها الاجزاء وهيجمع معها الاجزاء الاخرى وهيعمل لها stable الى ان يخرج هذا الشكل زي ما انت شايف بال overhead crane ده اللي هو بنسميه الكارتيزيان روبوت لو يتحرك برضو في نقدر نعمله عملية البرجرام كمان معه كاميرا يقدر يصور بها شوف كل اللي بيعمله الانسان او ال operator انه بيعمل عملية البرجرام ويعمل عملية visualization لكل السيسم اللي موجود قدامه عن طريق ال overhead crane اللي موجود قدامه بكده نكون وصلنا عن هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم